كان رئيس السيسي قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير تنطاوي متوسطاً أبناء شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والشرطة وحضر صلاة مع رئيس السيسي كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أول محمد زكي رئيس ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر والإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ابتسامات ملأت أرجاء المكان فرحاً بأجواء عيد الفطر فرحة أسر الشهداء وأبنائهم اكتملت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم صلاة العيد تلاها احتفالية خاصة تقديراً لما قدمه الشهداء والأسر من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية